نقص المشاهدات أزمة يعاني منها صناع المحتوى وأنا أولكم ما هي أسباب نقص المشاهدات على قنوات اليوتيوب؟ وليه أن في قنوات بتجيب مشاهدات وقنوات تانية لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايماً أهلاً بكل متابعين قناة العلم والتكم رجع على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من الإنترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال بيديا أكثر حاجة بتسبب إحباط لكل منشئ المحتوى احنا بنتكلم بالنسبة لليوتيوب تركيزنا على اليوتيوب هو موضوع نقص المشاهدات أن أنا بعمل فيديو بتعب عليه بعمله منتاج الفيديو ده مكلفني متيريال مكلفني وقت وبالتالي ألاقي أن الفيديو ما يجبش مشاهدات زي ما كان قبل كده فإيه الأسباب اللي وصلتنا لهذا الأمر؟ وأنا على فكرة واحد من الناس زي زيك بالضبط يعني أنا زيك برضو بقدم محتوى وعندي 8000 مشترك والمشاهدات اللي بتيجي قناتي لا تتناسب إطلاقا مع عدد المشتركين الموجودون في قناتي طيب نعمل إيه؟ نقفل القنوات؟ ولا إيه الحل؟ خلينا أذكر لك الأول ليه نقص المشاهدات على قنواتنا؟ بدايةً كده أنت عارف المشاكل الاقتصادية اللي إحنا في الوطن العربي بنعيشها في هذه الأيام غلو الأسعار وأزمة الدولار ومشاكل اقتصادية الناس أصلا يعني ما عندهاش نفسي إنها تشاهد فيديوهات دي أول نقطة غلو النت عندك النت بقى غالي الناس إنها تخش تشاهد لك فيديو دي أيتين بيقولك عم ما تختصر فكلها مشاكل اقتصادية الناس بتشتغل 24 ساعة علشان خاطر توفر أكل البيتها فبالتالي ده كل بيؤثر على المشاهدات الناس بترجع تعبانة ما عادش حد بيهتم زي الأول الناس الحياة يعني شغلاهم عشان يوفروا أكل لأولادهم طبعا نضيف على ده كله كمان مشاكل من اليوتيوب نفسه هو موضوع عدم إرسال إشعارات لكل المشتركين في قناتك وده كمان ناتج برضو من الناس المشاهدين لو أنت بتشاهد قناتي ما بتدخلش من وقت الآخر ما بتقلبش في الفيديوهات ما بتقلبش على المنتدى فاليوتيوب بعد وقت ما بيرسلك إشعار مش بيرسلك إشعار خلاص ما أنت مش مهتم اضيف على هذا ده كمان ان ناس كتير مشاهدين ومشتركين في قنوات يوتيوب مشتركين في قناوات كتيره جدا فبالتالي يوتيوب مش هيرسلوا مشاعر من كل القنوات اللي هما مشتركين فيها ليه بقى؟ لان هو لو ارسلوه مشاعرات من كل القنوات المشتركين فيها هيرح لهم الاف الاشعارات يوميا فممون ان اصل هم يزهقوا ويروحوا عاملين اخفاء اشعارات لكل اليوتيوب place من اعملهم مثلا فبالتالي بيرسلوه اشعارات بعدد محدود فياريت ان انت لو مشاهد ومشترك في قنوات كتيرة يعني اشترك فقط في القنوات اللي انت مهتم بيها ويها تشاهدها ضيف على ده كمان المنصات التانية اللي طلعت بقى ويقول لك كبسوا ياولاد ويطلعوا طبعا يعملوا فيديوهات وما عندهمش محتوى يقدموه فطبعا ده لم الناس كلها هناك او لم شريحة كبيرة جدا من الناس مثل اللي بيحدث على التيك توك كبسوا ياولاد ويجبوا لك البن جنبهم والبيض البيض بقى غالي بس بيجبوهم وهيجلهم دولارات ما هو ابو فهد موجود وابو نواف موجود معهم وكبسوا ياولاد علشان يخلي واحد او واحدة تكسب واحد في التحدي وتحكم عليه ان يحط بيض على جسمه او يحط خل ولا يحط بن ولا يحط زفت على دماغه فهمين ازاي او يعني كبه مية يعني تحديات وحاجات وابو نواف قاعد بيبدأ ان هو يحط قسود ومعيز في البث المباشر فده طبعا لم الناس كلها او الناس كتيرة جدا على التيك توك في حين ان ابو نواف ما يعرفش ان ربنا يا حزبه على كل دولار او كل يعني سنت واحد بيدعم بيه حد ليه انت دعمت هذا الشيء هذا الكائن اللي طالع اللي قدم تنازلات ربنا يا حزبك ليه انت بتدعم المحتوى السيء بلاش تقول محتوى ليه بتدعم هؤلاء الناس طيب وليه فيه قنوات بتجيب مشاهدات احنا قنواتنا ما بتجيبش مشاهدات كتيرة وقنوات وصفات اكلات شروحات ليه فيه قنوات تانية بتجيب مشاهدات كويسة وما زالت يعني بتجيب مشاهدات هتلاقي القنوات ديها تليها حاجات او قنوات محتواها يمس اللي احنا بنعيشه زي مثلا يعني معلش لو فيه قناة دلوقتي بتاع الدهب قناة بتقدم اللي هو بقى اسعار الدهب وبتتكلم في الاقتصاد واسعار العملات والدولار هتلاقي القنوات دي بتجيب مشاهدات محترمة جدا لذلك انت لو عايز قناة تعمل قناة تربح منها كويس جدا وتخلي قناتك اللي انت بتحبها دي شغالة طبعا برضو وصفات اكلات شروحات اعمل لك قناة تهتم بيه اللي بيشغل الناس الناس للنهار بتشاهد فقط اللي هو المحتوى بتاع الدولار والدهب والدهب الواحد وعشرين وصل فين وجيب نين والدولار دلوقتي بكم وقابل الجنين المصري اعمل لك قناة يتكلم فيها في هذا المحتوى صدقني قناة ديها تكون مشاهداتها كويسة جدا جدا ومضمونة اعملها جنب قناتك مباش هاي مشكلة خالص يبع عندك قناة بتقدم عليها وصفات وقناة تانية بتقدم عليها شروحات للاشايا ديات وتقدر تتابع الناس وتعرف منهم اخبار الاقتصاد والاشايا دي وتبدأ انت تقلتهم وتتكلم على قناتك وكمان القنوات اللي هي مهتمية بموضوع الرياضة عندنا طبعا بقى فيه مباريات وفيه افريقيا واسيا والمحتوى الرياضي طبعا فعليه اقبال كبير جدا هذه الايام وبالتالي ده محتوى حاليا بيجب مشاهدات كويسة جدا رمضان خلاص قرب هو تيدخل علينا اللهم بلغنا رمضان فبالتالي القنوات اللي هي بتاعت الاكلات بتجيب برضو مشاهدات كويسة في رمضان لان ده موسم بالنسبة له حتى كمان القنوات اللي هي بتاعت القرآن الكريم والقنوات اللي بتقدم محتوى ديني بيكون لها فرصة كويسة جدا كمان انها تجيب مشاهدات في شهر رمضان هنزيلها ازاي دي طبعا اللي هيوصلك لان انت تزهق من المحتوى بشكل كبير جدا هو ان انت تكون قاعد لصناعة المحتوى وانا لا انصح بهذا الامر اطلاقا اعمل محتوى اشتغل على اليوتيوب او على اي منصة وقدم محتوى محترم وقانوني وحلال ولكن ما تقعدش لهذه المنصات او تقعد لصناعة المحتوى اشتغل في الحياة وابدأ ان انت فقط فراغك ابدأ ان انت اقدم محتوى يجيب ارباح يساعدك في الحياة اللي احنا بنعيشها لو جالك 100 دولار فقط بقى اصبح مبلغ بالنسبة لك يساعدك جدا في الحياة 50 دولار 100 دولار 200 دولار في الناس بيجيب ارباح كترة جدا من اليوتيوب يعني خلي بالك يعني احنا ما اتكلمك في القنوات اللي المبتدئة 50 دولار و100 دولار والاشياء دي لكن في الناس بيجيب الاف الدولارات من قناتها شهريا فاربنا يكرمكم جميعا ويرزقكم بشكل قانوني وحلال ولكن استمر ويشتغل على نفسك وما تقعدش لليوتيوب ولكن خليه في الوقت اللي الناس بتقضيه في انها بتضيع وقتها في شيء غير مفيد انت يبدأ ان انت استغله بان انت تقدم محتوى على اليوتيوب شيء جميل جدا ان انت تكوني بتسعدي في يعني في المعيشة مع مثلا زوجك مثلا ان انت بتقدمه محتوى وبتبدأ ان انت يجيلك اي مبلغ فالحمد الله تقولي الحمد الله في ظل المنافسة الصعبة يعني قانونت كتير جدا وكل بيت فيه قناة فابدأ يشتغل على نفسك وطواري من نفسك ومنتج يكون قوي تطبقي سيو اليوتيوب صورة مصغرة قوية ان شاء الله ربنا يكلمك مع الوقت شوف الحاجة اللي انت بتحبها والحاجة اللي انت بتطلع تقطك فيها وبتحب تتكلم فيها ومبدح فيها وابدأ ان انت تعملها وقدمها على اليوتيوب او على اي منصة وحاول تكون متواجد على كل المنصات وليس بشرط ان انت تكون متواجد على كل المنصات عشان تربح منها ممكن تكون بتربح من اليوتيوب فقط ولكن بترفع على الفيسبوك وعا تيك توك وكواي وانستجرام على كل المنصات لازم تكون متواجد لان شهرتك كل ما بتزيد وتواجدك على المنصات بيزيد فده يعتبر بمثابة بيزنس بالنسبة لك هتقول لي واليوتيوب بدخل ارباح اليوتيوب بدخل ارباح كويسة جدا لكن انا ما بقولكش ان انت تعتمد عليه وتقعد لليوتيوب ما بش حاجة اسم ان انا شغل الشاغل هو اليوتيوب اشتغل واربح وممكن يجيب لك ارباح اكثر من اي مشروع تعمله اكثر من اي مشروع ولكن ما بقولكش ان انت تقعد لليوتيوب اعمله كده في الوقت اللي هو يكون مزاجك فيه رايق خلصت شغلك خلصت دوامك تقعد تبدأ ان انت تعمل فيديوهات لان ما بش حاجة مضمونة ببساطة ممكن ارباح قناتك تتوقف ممكن مثلا يجي لك انذار ممكن يجي لك اي مشكلة ارباح تقل في قناتك زي ما احنا دلوقتي كده بنعيش مش هيات قليلة والناس كلها زهقانة تمام وماش عارفين نعمل فيديوهات والصراحة هو صناعة المحتوى متعبة مكلفة انا ما بقولكش ولا ببررلك واقولك ان انت يعني يشتغل بدون مقابل ما بقولكش كده ولكن يعني هو ده حاليا ده الواقع اللي احنا بنعيش ونعمل ايه دي منصتنا مش منصتنا دي منصة ربحية فبالتالي احنا بنبدأ ان احنا نتابع سياسة هذه المنصة ونعمل فيديوهات وربنا بيسهلها ان شاء الله وبيرزقك باذن الله طالما ان انت يعني بتتعب في صناعة المحتوى او في اي حاجة انت بتقدمها ولو انت عندك حاجة انت بتحبها معلش انا فيه كنام ممكن يكون بعيد ومعلش لو انت فيه حاجة بتقدمها وبتحبها وما بتجيب لكش مشاهدات كتيرة حاول ان انت تعمل قناة تانية تقدم عليها حاجة تكون بتجيب لك مشاهدات وارباح زي الحاجات اللي اقولت لك عليها محتوى رياضي محتوى اقتصادي محتوى الحاجات اللي هي المشاكل اللي بتجي للبيوت حاجات اللي هي الاسرية يعني فيه حاجات كتيرة اللي هي بتشغل اللي هي الحياة بتاعتنا اللي احنا بنعيشها في هذه الايام محتوى ترند فبالتالي ده كل فيديو لك مشاهدات كويسة جدا جدا ويخلي برضو كمان معاك القناة اللي انت بشغال عليها اي ان كانت وصفات اكلات شروحات اي حاجة دي هتخليك شغال عليها عشان دي حاجة انت بتحبها ممكن تقل رفع فيديوهات عليها وتعمل قناة تانية تزود لك الارباح تحياتي لكم انا باحترم واقدر اي شخص لا يقدم تنازلات ولا تضليل واعايز اربح بالحلال في ظل الصعوبات اللي احنا بنواجهها كصناع محتوى فبالتالي انا باحترمك جدا وبقدرك جدا او انت لو رجل نفس الكلام ان انت لا تقدم تنازلات واربح بالحلال كل الشروحات اللي تفيدك في صناعة المحتوى سواء انشاء قناة او تفعيل القناة او تطبيق سيول يوتيوب عشان فيديوهاتك تظهر في محرك البحث موجودة على القناة وتقدر ان انت تبحث عن اي حاجة تدخل كده في بحث اليوتيوب وتكتب مثلا انشاء قلاه العلم والتكنولوجيا تفعيل قناة اليوتيوب العلم والتكنولوجيا عمل سيول يوتيوب العلم والتكنولوجيا هيظهر لك فيديوهات لو انت مش عايز تقلب يعني في قناتنا وبأسيب لك أهم الفيديوهات في وصف الفيديو في التعليق المثبت مع السلامة